اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة هنعمل ديف هنا الديف ده هعمله style طبعا او هعمله class الclass ده هسميه welcome تمام ايه فايدة الديف ده الديف ده انا عايزه يكون حر ثابت حر ثابت في وسط الصفحة يعني هاجي هنا عند ال style صفحة ال style وهعمل فيه class اسمه welcome حر ثابت بمعنى ان هيكون البوزيشن بتاعه fixed وهخلي مثلا طبعا هديله طول وعرض العرض هخليه يبقى مثلا عبارة عن 200 بيكسلز والطول هخلي برضو 200 بيكسلز وبالنسبة لل top يعني موقعه فين في المتصفح الطوب هخليه عبارة عن مثلا طبعا هو بعد السبعين لان احنا قلنا ان العرض الهيد سبعين اللي هو اللي يحتوي اللوجو الكلام ده فيخليها مثلا تبقى عبارة عن 130 وبالنسبة لل المتصفح يعني موقعه فين من الحز من الحز الشمالي اليسار اليسار المتصفح هخلي مثلا 25% من حجم المتصفح وهعمل وهعمل بتاعه صف بيكس صف بيكس صف بيكس ده موقع الظل وحجم الظل هخليه برضو 3 ولون الظل هخليه اللون الاسود لو عملت رفريش هلاقي ان قدامي الصندوق ده ثابت زي ما احنا شايفين اه بس انا مش عامل له background اعمل له background سريع color خليني اختار لون ده مثلا تمام ممكن ازود اه انا عملت العرض طول 200 والعرض 200 فاصبح مربع ممكن ازود العرض اخليه مثلا 350 والطول هخليه اصغر شوي هخليه عبارة عن يعني كده كده الرسالة تبقى صغيرة هخليه مثلا في حدود 100 فاصبح قدامنا في حاجة خطأ pixel pixel 100 left اه كلمة البي اه اه تمام يبقى هو ده ده ما قاوي يبقى انا دلوقتي ايه فايدة ده بقى ده اللي هيظهر فيه انه هيظهر زي دلوقتي dialog message هيقول لي ادخل اسمك هكتب اسمي ده هيظهر مكتوب في اسمي هنا مع انه اخلي بالكو انا ما فيش اي حاجة كتبها فيه دلوقتي وهضف له كمان جوا الدف ده هعمل زي button input type button value close يعني اغلاق اغلاق ده تمام مفروض ادوس عليه كده يتقفل الله هو ده بقى ايه ال javascript هو على الحال ده كده لو اما يجي اعمل refresh هلاقيه موجود على حاله تمام لكن انا عايزه يتقفل انا عايزه ما يبقاش موجود ما يبقاش ظاهر ما يظهرش بس الا لما دوس على اللي هي my welcome دي فعشان كده هخلي default بتاعه او الطبيعي بتاعه display او العرض ال display هيصبح none save اعمل refresh هلاقيه مش موجود هو في الحقيقة موجود هو في الحقيقة متحمل بس هو مش ظاهر نجي بقى الجزئية my welcome نرجع تاني للزر بتاع my welcome الزر بتاع my welcome ده كده هو مالوش اي قيمة تمام لكن هو في حدث my welcome ده هنا في ليه اتروبيوت او الامبوت الامبوت اللي هو بتاع البوتون ليه اتروبيوت اسمه on click ده event او حدث on click يعني لما دوس عليه ايه اللي يحصل هنا بقى بروح كاتب الكود الصغنون والجميل ده بتاع الجيفا سكريبت هنا يبقى كده اصبح للزرار فعلا قيمة اصبح ليه دور بس طبعا فيه انا حملته ومفروض اكون حملت طبعا من الملف ده ودي خطأ كمان كنت هقع فيه محدش يقب باله من الكود ده الكود ده هعرفه لكم ان شاء الله بامر الله بعدين بس ممكن حد يستشفه هو بيعمل ايه طبعا يعني ده ايه ده هقولكو عليه لما ندخل على الجيفا سكريبت هو بس كان فيه تعديل بسيط كده انا عملته فوقت الجيفا سكريبت طيب هو بس بيه حاجه انا نسيت اعملها مهمة ان بحدد الموقع او بحط اسف الديف اللي هو هيتعرض فيه النص وهنا بقى هاتدينه ايدي باسم ديف اندرسكور او ديف اندرسكور تكست يبقى جوه عملت ديف الولكم ده هو اللي يكون ظاهر اللي هو ده خلينا نعمل ديسبيلي بلوك يعني اظهار اهو هو ده الديف بتاع الولكم جوه ديف كمان اللي هو اسمه ديف اندرسكور تكست اللي هو ما فيهوش اي حاجه هو دروقتي مش مكتوب فيه اي حاجه لكن احنا حطينه عشان الجيفا سكريبت يكتب فيه والزرار بتاع الكلوز محتاج جيد كده بصح تمام يبقى ده ليه عشان الجيفا سكريبت يكتب فيه اه انا هنا مدي الكلاس welcome ومفروض اسامي لان الجيفا سكريبت دائما بيتعامل بالايد مع الايد مش مع الكلاس رامي الجنزوري اوكي اهو welcome رامي الجنزوري ظهرت لي مفروض لما دوس كلوز يقفل طبعا هو مش هيقفل دلوقتي لان انا مفروض اجي عند الزر الكلوز ده برضو هاجي عند الاتروبيوت بتاع اون كليك او الحدث اون كليك وهروح حاطت فيه الكود بتاع الجيفا سكريبت ده فعل حال ده كده رامي اوكي ايه بالتطبيق السريع ده للجيفا سكريبت ممكن اكون فهمتوك وعرفتوك ازاي السي اس اس والجيفا سكريبت هم اصحاب قوي مع بعض اصحاب جدا مع بعض وبيعملوا حاجات كتيرة قوي قوي يعني اكتر من كده كمان مع بعض فده تطبيق سريع طبعا مش هتكلم في التفاصيل الا لما نوصل للجيفا سكريبت بس انا حبيت برضو ان انا احفزكوا شوية كده عشان تكملوا معايا ان شاء الله بامر الله كمان في اللازيزة جدا للغة اللازيزة قوي اللي بتدي روح فعلا للمتصفح اللي اسمها الجيفا سكريبت واللي بعد كده هدخدنا بامر الله للبي اتش بي لحد كده تعتبر خلاص احنا خلاصنا التطبيق طبعا يعني عارف ان الحكاية كانت طويلة شوية مهم جدا ان انت تتفرج على التلات حلقات دول بالذات مع بعض كده اول والتانية والتالتة لحد ما توصل لنهاية التطبيق لو في جزئية واقعت منك او انت مش مدركها قوي عادها تاني وتفرج عليها تاني بالنسبة للأكواد الكود مع كل درس فيه كود جديد انت كده ايده يعني جديد عليك اكتبه في ورقة او في اي حاجة واكتب جنبه هو بيعمل ايه مهم جدا يعني طبعا كده مش دي النهاية ان شاء الله بامر الله الدروس اللي جاية هنبتدي نخش على السي اس 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 ري الحاجات اللي في السي اس 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 ري وبرضو هناخد شوية حاجة عن التصميم بالفوتوشاب مش هنقم طبعا التطبيق ده مش هيكون طويل لكن هو احنا نستخدم في الفوتوشاب وهوريكو ازاي ندمجو مع صفحة البيج الاتشتيم الو سي اس اس وبعد كده نبقى انهينا الدورة ونبتدي نخش ان شاء الله على الجزء او على المستوى التاني بتاع الجافة او بتاع البرمجة طبعا لو في اي حاجة او اي شي اتصلوا بينا او ابعتونا على الايميل واحنا هنرد عليكم ان شاء الله في اقرب وقت ممكن فشكرا على المشاهدة والسلام عليكم